اشتركوا في القناة المجتمعية الذي اقيم بمقر جامعة الدول العربية وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة شيخ خرنة بنت عيسى بن ذعيجة الخليفة اسمى ايات الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولسمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لما يولونه من اهتمام ورعاية متواصلة بالمرأة على المسويات كافة ما جعل من مملكة البحرين موذجا لتقدم المرأة والارتقاء بها وعبرت الدكتورة شيخ خرنة بنت عيسى عن اعتزازها بتشرفها بان تكون اول امرأة تشغل منصب وكيل وزارة الخارجية على مستوى الوطن العربي مثمنة الدورة الكبيرة الذي يقوم به المجلس الاعلى للمرأة منذ انشائه عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين